حسقيال أربعة شك عليها فتبقى في حصار وتحصرها دي علامة لبيت إسرائيل ورقود أنت على جنبك الشمال وحط عليه خطيئ ببيت إسرائيل على عدد الأيام اللي فيها ترقود عليه تشيل الخطيئة بتاعتهم وأنا خليتلك سنين خطيئتهم حسب عدد الأيام 390 يوم فتشيل خطيئ ببيت إسرائيل وتكمل دي وترقود على جنبك اليمين كمان فتشيل خطيئ ببيت يهوزة 40 يوم لإني خليتلك كل يوم بدل سنة فسبت وشك على حصار أرشاليم ودراعك مكشوفة وتنبأ عليها وأهو أنا خلي عليك روبوت فما تتقلبش من جنب الجنب لحد ما تكمل أيام حصارك وخد أنت لنفسك أمح وشعير وفول وعاتس ودرا بيضاء وحبوب كارسنة وحطها في وعاء واحد وعملها لنفسك عيش على عدد الأيام اللي ترقود فيها على جنبك 390 يوم تاكله والأكل بتاعك اللي تاكله يبقى بالوزن كل يوم 20 شاقل حوالي 240 جرام من وقت الوقت تاكله وتشرب المية بالمقاس ستس الهين حوالي 30 لتر من وقت الوقت تشربها وتاكل كعك من الشعير على البراز اللي يخرج من الإنسان تخبزه قدام عنيهم وقال الرب كده يأكل ولاد إسرائيل اللي عيش بتاحهم النجس بين الشعوب التانية اللي أطردهم ليهم فقلت آه يا سيد الرب آه نفسي ما تنجستش ومن صبايا لحد دلوقتي مكلتش حاجة ميتة أو فريسة وما دخلتش بقي لحمة نكسة فقال لي بص خلتلك نفاية البقر بدل براز الإنسان فتعمل عيشك عليه وقال لي يا ابن آدم أديني أكثر سبب الرزق في ورشليم فياكلوا العيش بالوزن وبالغم ويشربوا المية بالمقاس وبالحيرة عشان يحتاجوا لعيشه المية ويتحيروا الراجل وأخوه ويفنوا بالخطية بتاعتهم ترجمة نانسي قنقر